السلام عليكم ايه الاخبار عامل ايه؟ يا رب تكون كويس ازاي تبقى واضخ في نفسك اكتر قدام الكاميرا ازاي تبطل خوف وكسوف من ان انت بتتكلم في فيديو هيبان قدام كل الناس ليه محتاج اصلا تعرف ازاي تتكلم قدام الكاميرا كويس المفروض تلبس هي وانت بتعمل فيديو او بتتكلم قدام الكاميرا وازاي او ايه الطريقة الصح اللي المفروض تتكلم بيها قدام الكاميرا اصلا كل الحاجات دي وشوية حاجات كمان هتفيدك جدا علشان تقدر تتكلم قدام الكاميرا بثقة اكبر وتبقى عارف كويس او انت بتعمل ايه هتابع الفيديو بقى الاخر وما تفوتش الموضوع ده علشان بقى مهم جدا في الايام دي بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى ممكن تكون لسه مش مشترك في القناة فقا بعد ازدك ياريه تنزل شترك في القناة الويترس مشتركش وياريه تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد على انتشاره بشكل اطبر مبدئين هو انت ليه محتاج اصلا تشوف فيديو زي ده او ليه محتاج تبقى عارف ازاي تتكلم قدام الكاميرا بص اعايز اقول لك على حاجة همش ناس كتير بتعمل ده دلوقتي بس اعايز اقول لك ان انت مهم جدا ان انت يبقى ليك تواجد على السوشيال ميديا سواء بقى على اليوتيوب او الانستجرام او التك توك حتى انا شخصيا برضو مش على اليوتيوب بس انا على التك توك وعالانستجرام كمان ايوة تك توك اوه انا بنزل الريلز او الفيديوز اللي انا بعملها على الانستجرام اللي هي برضو اديكيشن اللي بتكلم فيها على حاجات نفسي حاجات اللي انا بعملها دلوقتي بس بنزلها على تك توك فمن وجهة نظري ان انت دلوقتي حاجة مفيدة جدا ليك ان انت يبقى لك تواجد على السوشيال ميديا على اي بلاتفورم اللي احنا قلناهم دول الموضوع بقى يخلق فرص كتير للبيزنس وبقى مهم جدا وما تقدرش تستغنى عنه حرفين لو انت عايز تمركت لنفسك اي حاجة لو انت عايز تعبر عن نفسك حتى او تعبر عن افكارك فلو انت مهتم بالموضوع ده خلينا ندخل على اول عقبة ان انت تتكلم قدام الكاميرا وهي خوفك من الكاميرا اصلا او رهبة الكاميرا زي ما بيقول زي ما انت عارف ان من اكتر حاجات اللي انا بتكلم عنها على القناة دي او على الانستجرام اكاونت حتى بتاعي هي presentation skills او ازاي انت تتكلم قدام الناس بس خليني اقول لك ان في فرق بين ان انت تتكلم قدام الناس في presentation مثلا وان انت تتكلم قدام الكاميرا فرق زي ايه زي ان انت لما بتكلم قدام ناس انت قدامك ناس فعلا حقيقين قاعدين قدامك بيبقى المفروض تعمل انتر اكشن او تفاعل بينك وبينهم بيبقى المفروض تسأل اسئلة ويردوا عليك او تديهم حاجات مثلا يفكروا فيها وانت قدام الكاميرا الموضوع مختلف شوي مفيش حد قدامك بشكل فعلي بس الفيديو اللي انت بتصوره دلوقتي ده ممكن يتفرج عليه ملايين ان شاء الله يعني ربنا يوفقك ويتفرج عليه ملايين طب الملايين دول انت هتقدر تجزي بان تفرجوا عليك ازاي يعني في الحقيقة مثلا انت ممكن تسأل اسئلة بغصبا عنهم برضو الناس اللي قدامك محدش هيقوم ويسيبك ويمشي بس على الفيديو مثلا ممكن اي حد يقفل الفيديو في اي لحظة الفرق كمان بين البرزنتيشن العادية وبين كلامك قدام الكاميرا ان البرزنتيشن العادية دي بتقى في مكان عام كل الناس قدامك بقى لابسة وبتاع لكن لو انت بتكلم قدام الكاميرا ممكن جدا تبقى في قضة نومك عادي زي ما انا بصور دلوقتي انا في القوضة عادي وعلى فكرة حتى لو انت بتعرف تتكلم قدام الناس كويس وبتبقى واثق في نفسك لما هتيجي تتكلم قدام الكاميرا الاول مرة او حتى اول فترة بتتكلم قدامها هتبقى خايف وقلقان ومش واثق في نفسك اوي الوضع مختلف شوي خلينا نشوف بقى انت ممكن تعمل ايه علشان تتعدى الخوف ده وتبقى واثق في نفسك كويس اول حاجة لازم تعرفها ان كل الناس حتى الناس اللي عملت بقى مئات الفيديوهات على دي يوتيوب ووصلة بقى لعدد سبسكرايبرز وفيوز تح حتى الناس دي بتغلط وبتعيد وهي بتصور الفيديو بتاعها فعادي جدا ان انت متبقاش واثق في نفسك اوي او يبقى في شوية رهبة وتتلجلج وتغلط في النص ده شيء عادي وصحي بفيش حد مشكدة حتى الناس اللي بقى لها كتير في المجال تاني حاجة ضروري جدا تعرفها عشان تبقى واثق في نفسك اكتر وانت بتتكلم قدام الكاميرا ان انت عندك هنا ميزة تحفى انت وانت بتتكلم قدام الناس في العادي خلاص انت لازم تبقى واخد بالك من كل كلمة انت بتقول لها واي كلمة هتتقال مش هتعمل لها اندو مش هترجع فيها بس قدام الكاميرا انت ممكن تغلط عادي براحتك وممكن تقفل الكاميرا خلص وتعيد الفيديو من الاول مش عاجبني فمش بيقولك اللي هو انت اغلط براحتك وعيد بس مجرد فكرة ان انت ممكن تغلط فمش هيحصل حاجة مش هيحصل كارسة يعني دي بتخليك بتتكلم اكتر وانت مرتاح وانت وافق في نفسك فضروري جدا تبقى واعي الحاجة زي دي ان انت عادي انت تغلط مش هيجرح حاجة تابعة حاجة برض ان انت تاخد بالك منها ان انت بتتكلم عادي فقطك او في بيتك يعني مكان انت قريدي واخد عليه احنا اصلا لما بنيجي نتكلم على presentation skills او على public speaking قدام ناس كتير بنقولك ان انت ضروري لما تيجي تعمل presentation تروح بدري شوية وتاخد على المكان اللي انت فيه في الحالة دي انت عندك ميزة كويسة جدا ان انت قريدي واخد على المكان اللي انت فيه فده حتتك بالاخر رابح حاجة برضو المفروض حطها في دماغك قبل ما تفتح الكاميرا ان انت شجاع جدا لمجرد ان انت اصلا واخد الخطوة د ان هي تظهر بوشها على السوشيل ميديا او بمعنى صح تظهر بوشها في فيديوهات على السوشيل ميديا ففكرة ان انت اخدت القرار ده يبقى انت شجاع جدا وابده فعلا وبرضو حاجة من اكتر حاجات اللي بتخوف الواحد وهو داخل المجال ده او هو ناوي يتكلم قدام الكاميرا او يعمل ريلز او يعمل شانل على اليوتيوب مثلا هي الخوف من التقييم هي الخوف بقى من تريقة صحابك عليك من تريقة الناس من اي حد بيبص على فيديوهاتك بان هي الكواليتي او الجودة بتاعتها او محدش فيهم خد الخطوة دي غيرك واللي بياخد الخطوة دي وبيستمر عليها فعلا للاخر كالبا بيوصل لحتة كل الناس تتمنى تبا فيه فلو فضلت تبص القراء الناس والتقييمهم اللي هم هيبصولي ازاي طب مين هيقول ايه كل الكلام ده هيعطلك وهيعطلك جدا وهيوقفك في مكانك وانت مش عايز تفضل كده حاجة كمان برضو لازم تاخد بالك منها علشان تفضل واثق في نفسك او ما تخافش وانت بتكلم قدام الكاميرا هي ان انت ما تقارنش بعد ازنك اللي انت انت عارفه وتتفرج عليه على اليوتيوب او الانستجرام او التك توك انت عارفته علشان هو تشهر جدا وهو متشهرش من يوم وليلة هو تشهر لما فعلا قدم محتوى كويس او يبتعب عليه جودة ومحتوى يعني جودة تصوير وجودة صوت وجودة محتوى كمان فما مفعش مثلا وانت بتعمل اول فيديو ليك في الحياة تقارن الفيديو بتاعك ده بفيديو بتاع واحد بقى سنين بقى شغال بقى سنين بقى فيامل فيديوهات وبقى في حتة تانية خلص في نفس المجال ده وعايز اقولك ان انت لو دخلت على القناة بتاعت ولو هو ما شلش كل الفيديوهات القديمة ورجعت تشوف اول فيديو هو صوره هتلاقي مستوى مقارب جدا لمستويك دلوقتي ويمكن يكون اوحش كتير كمان فاهم حاجة ما تقارنش بينك وبين اي حد انت تعرفه او اي حد انت بتشوفه على اليوتيوب او على غيره ده كده اول جزء دي كانت شوية حاجات المفروض تحطها في دماغك علشان تقلل من خوفك او من رهبة الكاميرا وتقدر تتكلم قدام الكاميرا بشكل احسن بس قبل ما ندخل على الجزء اللي بعد وهو مهم جدا حبي بقولك حاجة انت حتى بعد ما عرفت كل الكلام ده اول فيديو هتعمله حتى لو انت ما كنتش خايف قدام الكاميرا هيبقى مختلف عن تاني فيديو وتالت فيديو رابع فيديو كلام قدام الكاميرا بالذات كل فترة بيتحسن كل ما بتعمل ده اكتر كل ما ده بيتحسن اكتر فلو عملت 20 فيديو مثلا وشفت الفيديو العشرين والفيديو الاول حتى لو انت في الاول ما كنتش خايف هتلاقي اختلاف كبير فاهم حاجة ان انت تبدأ وتبدل مكمل علشان توصل لاحسن نتيجة ممكنة التدريب والممارسة هي اكتر حاجة بتخليك ما تخافش وانت بتتكلم قدام الكاميرا وطبعا ان انت تبقى واعي لكل الحاجات اللي احنا قلناها دي نبدأ بقى في التركات اللي انت المفروض تعملها في كلامك عشان تتكلم بشكل احسن لواحد بيتفرج على فيديو المفروض تقول ايه وما تقولش ايه تتكلم بقاني صيغة اول حاجة هقولها لك ان انت بتتكلم قدام كاميرا او موبايل فانت بتتكلم قدام جهاز حرفيا بس اللي هيتفرج على الفيديو اللي انت بتعمله ده ممكن يكون الاف ممكن يكون ملايين ممكن يكون حتى خمسة ستة مش بياكل مع الناس خلص فكرة ان انت تقول احنا او انتو او كلنا هنعمل او احنا بعد ما عملنا كزا هنعمل كزا لا مش المفروض تتكلم بالصيغة دي المفروض تقول ايه بقى المفروض تتكلم مع الكاميرا كأنك بتكلم واحد بس بعينه علشان كده انا من بداية الفيديو عمال بقولك انت وهتعمل والمفروض تاخد بالك مش بقولك المفروض ان احنا ناخد بالنا بقى ان احنا ما نقارنش نفسنا بناس بدقة بقى لها كتير لا هو مين احنا اصلاじゃあ او انت اتفرج على فيديو دلوقتي واحدك اخرك هيبقى معك تنين صحابك يعني مش هينفع تكلم قدام الكاميرا كأنك بيتكلم ناس كتير لا انا دلوقتي هوا انا بصور الفيديو ده انا بكلمك انت وانت بس فاثلور لي لما فيكي تكلم قدام الكاميرا تعامل الكاميرا كأنها واحد صاحبك او تعامل الكاميرا كانها واحد فعلا قاعد قدامك هو واحد بس قاعد قدامك مش اكتر فكل كلمك يبقى انت او انتي على حسب انت بتوجه كلامك لشخص او شخصة يعني ولد او من بس بلاش الصيغ الجماعية من الاخر تاني حاجة بقى المفروض تاخد بالك منها في كلامك ودي هتبقى common او مشتركة مبين الكلام قدام الناس او presentation skills العادية والكلام قدام الكاميرا هي ان الناس اللي بتتفرج عليك دول المفروض ان هما goal oriented يعني ايه goal oriented يعني هما عايزين الهدف عايزينك تجيب من الاخر عايزين يعرفوا الوقت اللي هما هيقضوه في الفرجة على الفيديو بتاعك ده هيوديهم لحد فين او هيفدهم في ايه فعشان كده مهم جدا تخلي فيه مقدمة تعرفهم و هما هيستفيدوا ايه من الكلم اللي انت بتقول ليه يتفرجوا عليك اصلا وهيطلعوا بايه من ده ده هيساعدك ان انت تحتفظ باكبر عدد ممكن من الناس بيتفرج على الفيديو بتاعت تالت حاجة المفروض تعملها هو انت بتتكلم المفروض تتكلم بطاقة شوية يعني مفروض تبقى بتستغل البادي لانجودش بتاعتك بتحرك ايديك مع كلامك صوتك بيعلى وبينزل يبقى بيعبر على قد ما تقدر على اللي انت بتقوله ما تبقاش هادي كده وبتتكلم بالراحة خالص علشان ده مش هيخليك تحتفظ بالناس لأكبر وقت ممكن وهو ده اللي احنا عايزينه ايه لو انت تكلمت بالطريقة دي ناس اللي بتتفرج عليك هتمل جدا ومش هتكمل الفيديو حد الاخر او مش هتبقى عايزة تستفيد منه حتى لو المحتوى بتاعه مفيد ده غير كمان بقى ان الكاميرا اصلا بتقلل طاقتك يعني انت لما هتيجي تتفرج علي الفيديو بتاعك هتحس ان الطاقة اللي باينة في الفيديو دي اقل شوية حلوين من اللي انت كنت حاسس بيها وانت بتعمل الفيديو والكلام ده عن تجربة والله فعلا انا بحس الساعة ان انا مهايبر وعارف اعبر عن كلامي كويس وبتاعه ولما يجي هشوف الفيديو حس ان لا او كان فيه طاقة اكتر من كده راحت فين اللي بيتشاف اللي الناس بتشوفه في الفيديو بتاعك بيبقى غير خالص اللي انت كنت حاسه ساعة التصوير فحاول تعلي سينة الطاقة دي شوية حلوية مش بقولك تبقى هايبر وقرأجوز وبتاعه وبتتشقلب قدام الكاميرا بس حاول تبقى عندك طاقة شوية حاول تخلي الناس ما تزهقش منك من الاخر ما تزهقش من رتمك ما تزهقش من تون صوتك وبناسبة الرتمة عايز اقولك حاجة كمان حاول ما تخليش حد يضطر يجري الفيديو على واحد ونص مثلا او اثنين لو حد بيعمل فيديوهات وكلامه مفيد جدا وانا عايز اسمعه بس هو مثلا طريقته بطيقة شوية فانا هاضطر ساعتها ان انا جري الفيديو على واحد ونص او اثنين بس دا لو انا خلاص هموت واسمعه بس الطبيعي ان الناس مش هتعمل كده الطبيعي ان الناس لو زهقت منك هتسيبك وتمشي فحط دايما دي في دماغك وخليها تفكرك بموضوع الطاقة دي ما تخليش كلامك حد يضطر انه هو يجريه على اثنين خلي الناس لو ضربت كلامك في اثنين ما تسمعوش اصلا وتبقاش فاهمة ايه اللي بتقع اضرب انت كلامك في اثنين لوحده من الاخر انجزهم ليه بقولك كده علشان الاتنشن سبان او طول بال الناس على الفيديوهات اللي هي بتشوفها بقى قليل جدا وحتى الناس دلوقتي تعودت على الفيديوهات القصيرة اللي هي بتشوفها في الريلز بتاعت الانستجرام او على الفيسبوك او على تيك توك فمن الاخر محدش هيصبر عليك لو انت المعنوات اللي انت تقدر تحطها في ثلاث دقايق قلتها عشان انت بطيق في عشر دقايق مثلا محدش هيبق ليه طول بال على كده فانت لازم تراعي ده كويس حاجة كمان المفروض تاخد بالك منها مش هقولك بقى ثالث او رابع حاجة عشان انسيت بصراحة احنا في الحاجة الكامية برولي كده كلامك يبقى من generic لspecific يعني ايه generic ويعني ايه specific generic يعني عام كأنك بتبص على الموضوع نظرة عامة كبيرة مش نظرة مفصلة قوي من غير تفاصيل يعني وبعدين تبدل ماشي في الموضوع تفصله واتديق نظرتك ليه وتبصنه نظرة تفصيلة شوي طيب تبقى لابس ايه بقى وانت بتصور طبعا ما تبقاش لابس ودوم البيت علشان غالب انت هتبقى بتصور في البيت فممكن تقعد بالبيجاما مثلا بتصور يعني اقلت الحركة دي انا قبل كده اقبت بتيشرت بلبسه في البيت فالعادي بس دي مش حاجة لذيذة يعني من وجهة نظري او مش حاجة صح طب ايه الصح الصح ان انت تلبس لبس كويس لبس تقدر تخرج بيه وفي نفس الوقت يبقى لبس مريح ما يبقاش مكتفك يعني بلاش تلبس بدلة مثلا يعني مش مستحلة صح انا حاليا لابس تيشرت اهو انا كنت خارج بيه اصلا وجيت صورته على طول وفي العادة انا ممكن البسه اصلا في الفيديوهات يعني تيشرت بولو نص كوم اقدر البسه عادي وعامة اقول لك سر بقى انا ساعات اصلا بلبس تحتي شورت اللي بلبسهم في البيت عادي لو انا قاعد القاعدة دي علينا ان انا لابس جينز بس ساعات بلبس شورت لو ده مش هيبانية فالبس لبس كويس تقدر تزعر بيه قدام الناس بس في نفس الوقت يكون مريح بالنسبة لك مش بيقيدك ومش بيقيد حركتك اخر حاجة بقى اهله لكم من اهم الحاجات اللي انت المفروض تعملها لو انت بتصور فيديو هو الـ call to action ما تتكسفش ان انت تقول للناس تابعوني على انستجرام ما تتكسفش ان انت تقول للناس اشتركوا في القناة لو انت رس ما اشتركتوش اي content creator لازم يعمل كده حاجة زي دي انا كنت بتكسف اعملها في الاول خالص يعني انا الفيديوهات اللي عملتها في الاول خالص ما كنتش بقول اشترك في القناة لو انت رس ما شتركتش او يعني انزل اعمل سبسكرايب او الكلام ده كنت متكسف مش عارف ليه بس بحس ان هو لا انا مش هقول لحد اعمل كده مش هعمل زي ما كل الناس بتعملوه بتاعه بس الكلام ده مش صح الـ call to action او اللي انا بقول لك حالي ده بيفرق كتير جدا يعني انت دلوقتي لو انت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب مثلا وعملت فيديو من غير ما تقول لحد اشترك في القناة مثلا انت الاول وجالك اتنين مثلا اشتركوا فخليك متأكد ان انت لو كنت قلت كان هيجيلك عشر عشرين مثلا الناس بتاخد الاكشن لما انت هتفكرها فده هيساعدك كتير جدا طيب تحط الـ call to action اللي هو عملي سبسكرايب او عملي فالو ده في الاول ولا في الاخر خالص بص هو في الاول بيعمل حاجة وفي الاخر بيعمل حاجة خلينا اقول لك في الحالتين بيعمل ايه مثلا ممكن اقول لك حطه في الاخر علشان فكرة اتنين تحطه في الاخر ده هيخلي الناس اللي بتسمعه اللي هو اللي بتسمع الـ call to action اللي هو عملي سبسكرايب هي الناس اللي مهتمة جدا بالفيديو بتاعك فتكملته للاخر فغالبا اي حد منهم لو هو ما كانش اشترك اصلا لما هتقول له اشترك هيشترك يعني هيحس ان الموضوع مفيد او انت بتقول حاجة مفيدة فهيشترك في القناة بس في نفس الوقت هقولك ان في الاول خالص اكبر عدد من الناس بيتفرج على الفيديو بتاعك بي منهم نسبة قليلة ممكن تكون مش مهتمة باللي انت بتقوله بس ده خالي بتشوف هو ايد عبراني فالنسبة دي ممكن منهم يشترك علشان انت قلت له مشتركه لجد والله في ناس كده في ناس اللي مجرد انها شافت بس البتاع اللي بيطلع اللي هو بيقولك اعمل سبسكرايب اللي طلع قدامك ده هم بينزلوا اعملوا سبسكرايب عشان هو ساتسفاين كده يعني هو كده خلاص ارتاح وفيه حاجة اسمها الفوم وكمان اللي هو فيرو بمسنج اوت اللي هو الناس بتخافي فتحة حاجة من الراجل ده حتى لو ايه بش طيقات طه برضه بتشترك في القناة وفيه ناس فعلا برضه ممكن تبقى مهتمة بالمحتوى بتاعك بس ما بتكملش الفيديو للاخر انا شخصيا بقول في الاتنين يعني انا بقول كول تو اكشن في الاول وكول تو اكشن في الاخر انا شايف كده بصراحة انت شوف الانسب واعمله بس افتكر كمان ان حتى الناس اللي بتكمل للاخر او من بتقولهم خلاص انا خلصت ويلا بقى اشترك فقد بقى خلاص ما بيبدوش فرصة اصلا تكمل الجملة او هما بيقفلوا الفيديو انت خلاص خلصت المعلومات اللي انا محتاجها فخلاص مش هستنى بقى اشوف الباقي فحتى كول تو اكشن اللي في الاخر مش بيشتغل بالنسبال فزي ما قلتلك خلي كول تو اكشن بتاعك سواء عملي فولو او سبسكرايب يبقى في الاول وفي الاخر فزي ما قلتلك خلي الكل تو اكشن بتاعك اللي هو اعملي فولو او اشترك في القناة في الاول وفي الاخر فلو انت لحد دلوقتي تتفرج ع الفيديو دلوقتي ما تنساش تشترك بقى بالقناة لو انت لسا مشتركتش وشكرا جدا 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 ان انت تتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي دلوقتي ومعنى انت تتفرجت لحد دلوقتي فى أعطاقت للفيديو عجبك فما تنساش كمان انت عمللوا لايك عشان ده بيساعدوا اكتر النواي ينو SAR بس كده يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليك واسلام عليكم